فيلم إعدام ميت الفيلم اللي بيقوم ببطلته محمود عبدالعزيز من أشهر الأفلام اللي بتتعرض في التلفزيون خلال فترة الاحتفال ب6 أكتور لكن مين البطل الحقيقي لفيلم إعدام ميت؟ وخصوصاً هو قصة حقيقية المفاجأة أو المفاجآت اللي هكوم في الفيديو ده هتسمعها الأول مرة فيلم إعدام ميت شخصية شاب بدوي اسمه منصور مساعد الطوبي وده اللي قام بيها محمود عبدالعزيز وده من ولاد عشيرة الحكي في قبيلة اسمها الترابين والقبيلة دي موجودة في سينة وفلسطين ويتنقل أفرادها في مجموعة موجودين على شريط الحدودي في طابة والعريش والغاية نويبع سليمان أو منصور اللي هو قام بيه محمود عبدالعزيز واللي اسمه الحقيقي كان سليمان بدأت بعد ناكسة يونيو سنة 67 جنته الجيش الإسرائيلي عشان يبلغ عند حرقات خلايا المكاومة المصرية من الفدائيين في الصعقة واللي بيعوينهم من البدو وخصوصاً أن كان سليمان رعي غنم يعني يقدر يتنقل وما حدش يقدر يشك فيه وكان عنصر مفيد ومؤثر جداً لجيش الاحتلال وده اللي خلاه هدف لأكتر من محاولة اختيال من أبناء قبيرة الترابين بسينة لكن زي المثل ما بيقول عمر الشايباء نجا سليمان من محاولة الاختيال دي كان زكي جداً وعارف أن أفراد العشيرة شغالين مع المخابرات المصرية وعشان كده كان بيتنقل في الأليات العسكرية الإسرائيلية في سينة ويبلغ عن المجاهدين المصريين وهو في حمايته الحقيقة أن فيه تداره في الأقوال يعني فيه كلام بيقول أن المخابرات المصرية قدرت تزرع زابط شبهه زي اللي حصل في الفيلم وفيه كلام بيقول لا ده خيال المؤلف على أي حال هو ما تقبطش عليه أصلاً ولا ماد زي ما الفيلم قال وأن أبوه اللي قاتله بإيده لكن هو تحاكم عسكرياً بتهمة التجسس لحساب جيش الاحتلال ونزل اسمه في المطلوبين لتنفيذ الأحكام بس غيابي ومع تحرير سينة سنة 79 وبعد معاهدة السلام اللي عملها السادات هرب هجر سليمان أراضي سينة عشان يلحق قوات الاحتلال المنسحبة وكرر ينسكم في الأراضي الفلسطينية المحتلة راح لمنطقة اسمه رهد في صحراء النقل عاش هناك واحد منهم أخذ الجنسية الإسرائيلية طبعاً بعد كل ده مش هياخد الجنسية الإسرائيلية وتجوز واحدة من عائلات عرب 48 استقرت حياته هناك وخلف بنته ولد لسه المفاجآت ما خلصتش استنى تفيه مفاجآة كبيرة جداً البنت اتجوزت عادي واحد من العشيرة في مدينة العريش المصرية وعاشت هناك الابن ده بقى لي قصة طويلة وده مفاجآتنا في الفيديو ده اتولد ابن سليمان والخيانة في دمه جينات أصلها كان اسمه عودة وشغال برضو في رعي الغاب وكان عايز يختني بسرعة فبقى تاجر مخدرات معروف وكانت قوات حرس الحدود الإسرائيلية بتدعمه ووسع تجارة المخدرات بتاعته وبدأ يهرب المخدرات لمصر وكانوا بيساعدوه انه هو يخش لمصر وموفقة السلطات طبعاً وكانوا بيغطوا عليه كمان ما هيكون لها خطط ممنهجة علشان خاطر يعرف أسرارنا ويقولها لهم واستمر سنة شغال في التهريب وكان عند وقتها 18 سنة يعني الموضوع بدء من بدري وتم تجنيده من الموساد وسنة 99 راح زر اخته زيارة عادية ده قدام الناس لكنه في الحقيقة راح عرض على جوزها انه يشتغل معاه في التهريب ووعده ان الموساد هيرعوه وانه هو هيشتغل تحت عنين الموساد وما يخافش من حق وفي نهاية الزيارة وهو ماشي من عند المعبر الحدودي وقفه زابط مصري شك فيه اخد منه جواز سفر وحذره من يرجع سينة تاني لكن السنة اللي بعدها سلل من الأنفاء ودخل من غير ما حد يحس به وراح لجوز اخته تاني اللي بلغ عنه حرس الحدود وقتها وكان طبعا من غير جواز سفر ما هو داخل من الأنفاء فاعتقلوا على اعتبر انه هو مهرب لكن في التحقيق ادعى انه مواطن اسرائيلي وطلب الاتصال بالسفارة اللي ما كانش عندها علم بوجوده أصلا وده اللي حاول التحقيق معاه للمخابرات العسكرية المخابرات العسكرية بقى عملت التحريات اللازمة وعرفت ايه حكيته ومع شهاد تخته وجزها اعترف بكل حاجة وقال انه شغال تبع الموساد لسرائيل وتمت محاكمته في مصر بتهمة تسريب معلومات عسكرية سرية لدولة معادية قضية امن دولة عليا كانت سنة 2000 اتعاقب فيها بالسجن 15 سنة وفي رمضان 2012 المحرر شمعون إفراجن في موقع ماكل اسرائيلي قال ان محامي الدسوس المعتقل في مصر عودة رابين طلب من مرسي اللي عافوا عنه بمناسبة شهر رمضان الكريم وقال بانهم بعتوا رسالة الديبلوماسي مصري السفارة المصرية عندهم ووعدهم بتسلمها لمرسي شخصيا وكانت الرسالة موقعة من بدو ومحاميين يهود وعرب وقالوا انهم مناوين يرفعوا دعوة ضد مصر باسم ترابين بمئة مليون دولار تعويض لهم وقالوا ان الفقه الدستوري اللي عايش في أمريكا محمد شريف باسيوني أقر ببراءة ترابين بعد ما طلع على الوسائق وقال انه مش جسوس ولا حاجة وان المخابرات العسكرية المصرية لفقت له التهمة دي وانه هو أصلا ما كانش بيعمل حاجة مادرش تقبض على أبو سليمان أثناء الحرب فقبضوا عليه انتقام من أبو سليمان اللي اتحاكم غيابي ونفت بهروبه مع الجيش الإسرائيل المنساحب فانتقموا في ابنه واخدوه حبسهوله ومع عقوبة السجن المؤبت 25 سنة من الأشغال الشقة بتقبض التجسس السحساب إسرائيل قضية عودة كانت قضية مشهورة جدا وكانت تصفية حسابات قديمة ده اللي اتقال سليمان كان ليه حوار مع جريدة إسرائيلية وقال انه مش عايز جمال من مصريين وانه هو مواطن إسرائيلي وبيطلب من الحكومة تدخل لحماية حقوقه ولما قامت ثورة 30 يونيو وقطاحت بمحمد مرسي والدنيا في البلد الكعبل الزي ما كلنا عصرنا وشفنا عودة كان في السجن بيقضي عقوبة 15 سنة اللي عليه فأغوستس 2013 نشر جورنال أهرام موضوع طويل عنه عن إضراب وعن الأكل في سجن لومانتورة كل الموضوع ده وكان في نفس الوقت اطلاق النار في وسط سينة وقطع طريق من البدو بعد معرض إسرائيل إفراج عن 22 من ولادهم مقابل إفراج عن عودة سليمان بقى أصر الرأي العام اللي هو أبو عودة عشان يعمل عودة نفسه معاملة الزبط شاليت فبدأت مفاوضات طويلة من الجانب المصري والجانب الإسرائيلي خلصت 2015 مع نهاية فترة عقوبة عودة مصريين عندهم وصل عددهم ل77 مصري قدام عودة الفيلم قال إن محمود عبد العزيز عدمه بيقول المخرج علي عبد الخالق عن محمود عبد العزيز إنه أصيب بحالة انهيار خلال التصوير عشان تقمس شخصية جدا وخصوصا خلال مشهد الإعدام اللي في الفيلم عاش اللحظة وكان بيتصور في سجن حقيقي وقبل تصوير المشهد تم شحنه نفسيا صحيح إن الفيلم غير الواقع والخاين ممتش وسلمان وابن عودة عايشين لغاية النهاردة لكن الخاين مهما طال عمره هو قصير خرج رئيس الوزراء نتنياهو استقبل عودة بنفسه بعد الإفراج عنه ساة 2015 بعد ما بدلوه بأسرة كانوا موجودين في السجون إسرائيلي عودة رجع لأهله في سحراء النقب وده كان حدث مهم جدا كل جرائد العالم كلمت عنه وصحيفة معاريف اعتبرته انتصار للمساد وتسابق الكنواء زي جزيرة والعربية عشان يعملوا اللقاءات مع عودة